نستمر المشاهدين الكرام في تغطيتنا لحصاد هذا العام واليوم مع تدعيات التغير المناخي في العراق وفشل الحكومة في إدارة ملف المياه معنا في الوستوديو الصحفي والباحث السياسي الدكتور نوري حمدان مرحبا بك دكتور نوري أهلا وسهلا بك شكرا وعبر سكايك من ستوك هولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس العنصاري دكتور نظير مرحبا بكم أهلا وسهلا أبدأ معك دكتور نظير عباس العنصاري العراق يعيش زمن المتناقضات في مناطق من العراق تعاني من الجفاف الحاد وفي مناطق أخرى غرق حاد يعني من الناحية العلمية وفي مراقبتكم للتغير أو للتغيرات المناخية وموقع العراق الجغرافي كيف تفسر ذلك؟ طبعا العراق يقع من منطقة تعتبر منطقة جافة لأنه معدل العام له طول الأنطار لا يزيد عن 155 المتر سنويا فذلك هذه المنطقة أكثر حساسية للتغير المناخي وخاصة العراق بالذلك إضافة إلى التغيرات العامة بالتغير المناخي هناك أسباب أخرى لهذه التغيرات منها اللي ذكرتوها مثلا المشاريع الأروائية في تركيا وإيران غلق كثير من الروافد اللي جاية إلى نهر دجلة من إيران جفاف الأهوار جفاف المسطحات المائية التصحر مثل ما تفضلت بالتغير 100 ألف دونة من الأراضي الزراعية تتحول كل سنة إلى مناطق طهراوية فزائدا هجرت الفلاحين من أراضيهم طبعا تقارير الأمم المتحدة تذكر آلاف من السكان الأرياض تركوا مناطقهم إلى المدن زائدا طبعا طبيعة الحياة في العراق تغيرت بشكل كبير جدا بعد الألفين وثلاثة يعني مثلا مثال بسيط جدا على هذا شوف عدد السيارات في بغداد شقد حاليا مقارنة بقبل الألفين وثلاثة كل هذه الأمور تأثق على المناخ العام في العراق وبالنسبة إلى الفياضانات في بعض المناطق أنا سبق نشارة العديد من البحوث من قبل 15 سنة أو أكثر حول هذه النقطة وقلت أنه في بعض الأحيان رح تجي بعض السنين تكون فيها شدة الأمطار كبيرة في قطرة زمنية قصيرة مما يسبب فياضانات وطبعا الفياضانات هذه فعادها تكون قليلة جدا نسبة إلى الأضرار التي تسببها هذه الفياضانات هذه الأمطار بحد ذاتها دكتور هي نعمة اسمحني أن تقلس دكتور حمدان دكتور نوري هذه الأمطار نعمة من الله سبحانه وتعالى كل الدول المتقدمة تستثمر مياق الأمطار من أجل الاستفادة منها لاحقا لماذا فقط في العراق عندما تمطر ينزل المطر تغرق الشوارع وتغرق المدينة وأيضا توجد هناك جرحة وتوجد حالة وفاة لطفلة يعني ما السبب في عدم وجود مشاريع حكومية للاستفادة من مياه الأمطار في العراق نعم شكرا لك حقيقة على هذا السؤال وهو الحقيقة مثل ما تفضل أيضا ضيفك الكريم بأن هذه المواسم المطرية تكون هي أمطار غزيرة في وقت محدد يسبب فيضانات وهذه حضرته هو كتب يعني نشر فيه بحوث ونوى إلى أنه يفترض أنه الحكومة تستعد يعني إلى هذا الحدث الذي ممكن أن يسبب أضرار كثيرة على الأراضي الزراعية وحتى على الأراضي السكنية بالنسبة للعراق طيب وخصوصا أنه إحنا بشكل عام يعني لدينا نقص في المياه بحاجة إلى الاستفادة من هذه المياه التي يعني تسقط بالأمطار على العراق بهذه الفترة القصيرة ولكن الحقيقة أنه العراق اليوم هو يعاني من أزمة حقيقية في المنهجية يعني أزمة حقيقية في سيستم الدولة إحنا ما عدنا برامج يعني ما عدنا يعني حقيقة إلى اليوم العراق يعاني من عدم موجود مؤسسات تعمل بشكل مؤسساتي إلى الآن المؤسسات الحكومية أو هي بدأت تتطور حقيقة بهذا المستوى يعني نتحدث عن عشرين سنة يعني هل من المعقول أن عشرين سنة لا تكون هناك أي مبادرة لتكوين مثل هذه الأشياء ما تكون حقيقة لأنه خلال هاي الأربعة وعشرين سنة هي يعني هم لم يؤسسوا دولة والدولة هي يعني بحاجة إلى فترة زمنية حتى تحقق إدارتها بطريقة مؤسساتية هم استلموا دولة تسببوا بانهيارها تسببوا بانهيار مؤسساتها تسببوا بكل المشاريع التخطيطية التي يمكن لتطوير البنى التحتية للبلاد البنى التحتية بالمطلق ما عندنا بكل وساء يعني بكل المؤسساتنا بكل مجالات الحياة اليوم اللي موجودة ماكوا بنا تحتية لا على مستوى الزراعة ولا على مستوى الري ولا على مستوى الدراسة يعني حتى التربية وكل هذه المؤسسات نفتقر حقيقة لدولة المؤسسات كذلك نفتقر إلى المنهجية هذا اللي أنا أريد أوصل له حقيقة أنه اليوم ما وصل إليه الحال ما وصل إليه بدلا من أن تكون هذه المؤسسة لديها مشاريع معدلها ومخطط لها وهي مشاريع قد تكون سنوية أو خمسية أو عشرية إلى أبعد من ذلك هذه المشاريع لا توجد وإن كانت في بعض الأحيان يتحدثون عن وجود مثل هكذا مشاريع ولكن في إطار التنفيذ لا يوجد لأنه القرار يكون باجتهاد رئيس هذه المؤسسات ولا يكون في التزامه بتنفيذ هذه المشاريع لأنه هذه المشاريع تصف في المصلحة العامة للبنى التحتية وهذا يتعلق حقيقة ويرتبط بشكل مباشر بتوجهاته الحزبية وبالإضافة إلى توجهاته في إطار الملفات الفساد وكيف ممكن أن يستفيد من هذا المشروع هو أو من دعمه لتسنمه هذا المنصب نعم دكتور نظير لماذا لم تعد السدود تخدم حاجة البلاد مع التوجه العالمي والتغير المناخي وزحف الكثبان الرملية والكثافة السكانية ازدياد عدد السكان قلة الموارد الزراعية وهذه الظروف الدولية التي يمر بها العالم هل من المعقول أن أكثر من عشرين سنة ليس هناك بونة تحتية فيما يخص الموارد المائية لا سدود لا خزانات لا مشاريع من هذا القبيل السكوال جيد جدا الحقيقة السدود التي نعتمد عليها هي محدودة يعني مثلا سات حديثة احنا نعرف تصائفه على الفرات وتصاريف نهر الفرات قليلة جدا يعني قبل كنا نستلم بنهر الفرات تقريبا 30 بليون متر مكعب من المياه سنويا كمعدل حاليا بحدود عشرة فعندك الفرات إذا نأتي على سد الموصل سد الموصل أصلا فيه مشكلة يعني الخزين المغروب التشغيلي هو 11.11 بليون متر مكعب حاليا بحدود الأربعة وما يقدرون يزايدون لأنه هناك مشاكل فيه أسس السد إذا نأتي على سد دربانديخان وحمرين اللي هي على ديالة احنا نعرف مشكلة المياه في ديالة وقطع إيران للمياه وأصلا دربانديخان أصلا فيه مشكلة قديمة وهي زحف قسم من الصخور فلذلك ما يقدرون ينزلون منصوب المياه عن حد معين وإلا يحدث انزلاق آخر جديد في الصدود في الصخور وقد يؤدي إلى انهيار السد السد الآخر اللي نعتمد عليه هو بصورة رئيسية ودوكان يعني ساعة الخزنية ليس ساعة كبيرة جدا فلذلك أنا من زمان كنت نبه إلى هذه النقطة وأقول المفروض نتجه إلى المصادر غير التقليدية وحد هذه المصادر هو الحصاد المائي لمياه الأمطار فهذه مياه الأمطار التي قبل شوية تحدثنا عنها تروح هباء منثورة لو عدنا منظومة من السدود وهذه السدود الحصاد المائي هي أقل كلفة بكثير من السدود الأخرى الاعتيادية فكان من الممكن أن نجمع ملايين وأكثر من ملايين من الأمطار المكعبة من هذه المياه وأيضاً أكو شيء آخر ممكن نستخدم منه وهو تنقية المياه العدمة وعادة استخدامها الأغراض الزراعية أو تحلية المياه المالحة مع الأسف دول الجوار مستغلة الوضع الجاري في العراق وإن تسوي مشاريعها القاصة مثل ما تفولت كل الدول مهتمة بالتغير المناخ وإن تسوي مشاريع لتفادي الأضرار إلا العراق مع الأسف هذا الملف مهمل جدا وما في أي شيء في هذا الاتجاه مع الأسف نعم دكتور نوري يعني بات معروفاً في العراق الأساس في مشاكل العراق كلها الفساد في الحكومات لو جئنا مثلاً إلى تجارب الدول لا نقول يعني متقدمة جداً يعني الدول كالهند مثلاً الهنود الهنود غطوا السواقم المياه بخلايا أو ألواح الشمسية لكي يضربوا عصفورين بحجر يستفيدوا من الطاقة الشمسية وكذلك يمنعوا تبخر الماء بالتالي الاستفادة من كل قطرة ماء الهنود أحسن من عندنا يعني لماذا في العراق فقط الفساد 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 هل يخلو العراق من طاقاته العقلية الجبارة أن الفساد قضى على كل شيء؟ هو حقيقة بداية يعني هم الهنود مو أحسن من عندنا بس الفارق هناك دولة تعتمد على أسس المصلحة أو تعتمد على المؤسسات العمل في عموم إدارتها أو الفساد نسبي في عموم الدول ولكن نحن في العراق لدينا يعني حقيقة شراهة كبيرة في إدارة في ملفات الفساد بحيث وصلت الأمور إلى أبعاد لا توصف في ملفات الفساد يعني بكل بساطة اليوم نفسهم المسؤولين في الحكومات العراقية من بعد 2003 الحد اليوم يتحدثون عن استشراء الفساد في كل مؤسسات الدولة في كل مؤسسات الدولة ويتحدثون عن الإرتشاء وغير ذلك هم يتحدثون هم يتحدثون يعني لم يتجنى عليهم أحد هم يعترفون بأنه الفساد هو مستشري ما بيناتهم وهم رعاة إلا الحقيقة أنه البناء التحتية بالنسبة للدولة يفترض أنه يعني تم بناء أيضا على أساس المصلحة الوطنية وهنا هاي نقطة كلش أساسية شوف يعني هنا بناء السدود بناء الأنهر والأنظم الإروائية والخزانات المياه اللي تستوعب مياه الأمطار هنا لازم ينظر هم بالنسبة لهم ينظرون إلها وتأخيرها سبب تأخيرها الحقيقي هي راح تكون بأي مناطق هذه المناطق محسوبة على من في تقسيماتهم المحاصصاتية بين قوسين للمناطق الشيعية لو للمناطق السنية لو للمناطق الكردية هذه تدخل أيضا في حساباتهم يعني شوف البنة تحتية تنبني قلت على ما يفترض أن تكون تبنى على أساس الوطني ولكنها تبنى على أساس المحاصص أيضا بالضبط لأنه إحنا يعني وفق الدستورة الذين هم يعملون عليه هذا الدستور يتحدث عن الموارد الطبيعية هي ملك للوطن هي يعني توزع وفق المعيار الوطني ولكن ما أين مثلا أو ما عنوان أي عنوان من عنوان العناوين الثروات الوطنية هو يوزع على أساس الوطني حتى في هذا المجال تدخل المجالات المحاصصة ويدخل ومجالات المحاصصة لم تتوقف عند المذاهب ولم تتوقف عند المحاصصات حتى الحزبية بالمناسبة هم تجاوزوا حتى ذلك في داخل الحزب نفسه بدأت المحاصصات يعني بما إحنا هذا المشروع عندما يتحقق سوف يكون بمنفعة من أي حزب راح يستفاد ولكن مثل ما هم يتحدثون ويعترفون أمام شاشات الإعلام بأنه ملفات الفساد موجودة وزارة الموارد المائية دكتور نظير وزارة الزراعة تتحدث لطالما تتحدث دائما عن تم وضع خطط خمسية أو خطط عشرية يعني هذه الأمور نسمعها يا ترى هل تعتقد أن من خلال تقييمكم لهذه الخطط المفترضة هل تعتقد أنه في ظل نظام المحاصصة الفاسد ممكن أن تتحقق على أرض الواقع في الحقيقة نسمع وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية ويعتمد أمن البلد ومستقبلها عليها هل هو هذا التخصيص كافي؟ يعني حتى التخصيصات أصلا كحكومة لا يوجد إدراك لحراجة الموقف المائي في العراق إطلاقا وأنا سبقا تحدثت على قناتكم المحترمة وقلت مثال على ذلك الانتخابات الأخيرة اللي صارت ولا كتلة من الكتلة السياسية والأحزاب تحدث عن مشكلة المياه أو شون يحلها علما بأنه مثل هذا الموضوع اللي يأثر على مستقبل وأمن البلد المفروض أكو خطة على الأقل تمتد لعشرين إلى ثلاثين سنة وهذه الخطة تنفذ بغض النظر عن من هو وزير الموارد المائية ومن هو رئيس الوزراء أو أي كتلة تحكم البلد لكن مع الأسف إحنا هذا الملف أصلا متروك ومهمل ولا يعتبر من أولويات الحكومة إطلاقا فلذلك اللي نسمعه هو كلام فقط وتطبيق على أرض الواقع غير موجود مع الأسف نعم دكتور نوري جميع دول العالم الأمم المتحدة تصدر التقارير تلوى الأخرى تحذر فيها من أزمة الجفاف القايدمة وارتفاع درجات حرارة الكوكب يا ترى العراق هل يغرد خارج السرب؟ يعني هل ترى أنه بالإمكان ممكن أن يدرج أو تدرج أزمة الجفاف كأزمة حقيقية فعلية تهدد الزراعة وتهدد الأمن الغذائي؟ هي حقيقة هي أزمة ولكن مثل ما تفضل الدكتور أنه هي الحكومة اليوم أو القوى السياسية حتى بمناهجة انتخابية لم يشيروا إلى أزمة المياه ولم يجعلوا لها تقصيصات لأنه هم بالمناسبة هم يعلمون أنه هي هذه أزمة ولكن بالنسبة لهم هي أزمة مؤجلة وهي يعني لديهم معالجات أخرى حتى التخصيصات شوف حتى التخصيصات في الموازنة العامة لكل عام للدولة عندما يتم تخصيصها بالنسبة للوزارات تخصص وفق المحاصصة التي هم رسمين لها فبالتالي تأجيل الخلاف أو تأجيل مشاريع تخص الموارد المائية بدوافع سياسية وبدوافع فساد بنفس الوقت وبدوافع محاصصاتية هو إلى علاقة بعدم تخصيص مبالغ كافية لتنفيذ هذه المشاريع لأنها مشاريع أصلا موجودة كما هو معلوم الموارد كمدخلات في العراق من ضمن الموارد المهمة طبعا هي الموارد المائية يعني مع ذكر موارد البشرية وإلى آخرية اعتماد العراق أو الحكومة في العراق على الاقتصاد الرعي فقط على النفط وإهمال القطاع الزراعي إهمال القطاع المائي إهمال القطاعات الصناعية الأخرى كلها معتمدة على المياه المياه حتى في القرآن الكريم يعني الماء هو سر الحياة يعني لا يوجد ماء يوجد موت لا حياة في هذه النقطة هل تعتقد أنه من بالإمكان أن تكون هناك يعني يكون هناك لجان متخصصة أو منظمات متخصصة تقوم ببذر هذه البذور لدى الشعب العراقي أن نكون في خطر أن الحكومة فقط تلقي باللائمة وتتخم دول متشاركة في الأنهر فقط ولا تقوم بإنجاز مشاريع لحصاد الأمطار بإنجاز سدود بدعم الثروة المائية بدعم الثروة الزراعية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي هل هناك جهات أخرى ممكن أن تؤثر؟ هو هذه الجهات حقيقة موجودة ولكن تأثيرها لأن أعددها محدود حقيقة استسهال اتهام الغير في التقصير هو السائد في المجتمع مع الأسف العراقي بشكل عام والإعلام إلى دور وتأثير بشكل مباشر في التأثير على المتلقي العراقي بحيث أنه المياه بالنسبة أن مشكلتنا الحقيقية هي طيب اسمح لي اسمح لي فقط دكتور أنا أتحول فقط لكي يكفي الوقت لدكتور نظير الأنصاري دكتور نظير هل الوسائل الإعلامية على مستوى الحدث مثل ما تفضل الدكتور حمدان لا طبعا وأبسط شيء يعني أقول لك قلت لك وكررت وليس من باب التفاخر صار أكثر من 15 سنة نحن نكتب بحوث عن هذا الموضوع ونتكلم بؤتمرات عالمية يعني هذه السنة أنا حاضر 15 مؤتمر عالمي أتحدث عن مشكلة المياه في العراق وكيفية حالها لكن ما 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 أحد يسمع لكن إذا البنك الدولي طلع تقرير وسائل الإعلام رأسا تتناوله وتتكلم عنه يعني آخر تقرير كمثال البنك الدولي طلعه لأسبوع الماضي وأنا كان المفروض أشارك في هذا التقرير بلس معلأسف لأسباب صحية مش أركت أتذر أصلا الأرقام الموجودة في هذا التقرير متواضعة جدا يعني يقول العراق راح يقصر 20% من موارد المائية سنة 2040 بينما تقارير أخرى من منظمات الأمم المتحدة تقول إذا بقى الوضع كما هو عليه ونفذت إيران وسوريا وتركيا مشاريع المائية لن تدخل قطرة ماء إلى العراق من نهري ججلة والفرات وروافدهم سنة 2040 وأكو تقارير أخرى أيضا تقرير المخابرات الأمريكي أيضا يتحدث أنه العراق من أحد الدول التي ستتأثر بشكل كبير جدا نتيجة شحة المياه وهذه ستصير عواقب اجتماعية وصحية وبئية كبيرة يعني حاليا نحن نعرف أنه من تقارير المنظمات الدولية 30% من سكان العراق هم تحت خط الفقر فإذا استمرت هذه المسألة المشكلة واستمرت هجرة المزارعين من أراضيهم ستتفاقم هذه القضية ويزداد نسبة الفقر والجرائم ستزداد والبيئة ستغير بشكل أسوأ مع الأسف شكرا جزيلا لكم من ستوك هولم الأكاديمية المتخصص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري وشكرا جزيلا ضيفي في الأستوديو الدكتور نوري حمدان الكاتب المحل السياسي العراق شكرا